بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلمين سيادنا السلام عليكم معكم أبو فردوس نشكر كل المتابعين والمتابعات على وفائهم لفيديوهاتنا ومنشوراتنا جزاكم الله خيرا إذن من أعجبنا أو من أعجبته منشوراتنا فل يتحدث عننا ومن لم تعجبه فليتحدث إلينا طيب نود أن نتكلم بإذن الله عز وجل عن سعر الأرحام وكل شيطان يتواجد أو يتمركز في الأرحام طيب غالبا النساء والبنات يحسنا أو يشعرنا بالحياء وبالحرج من أن يتكلمنا عن هذا الموضوع أو يحدثنا أزواجهن عن هذا الموضوع طيب نقوله بالله التوفيق في هذه الدقائق المعدودة سنميط اللي ثام عن هذا الموضوع بإذن الله عز وجل ونسأل الله سبحانه وتعني وفقنا السحر الأرحام أو بالأحرى الشيطان المتركز أو المتمركز في الرحم غالبا المرأة التي عندها الشيطان في الرحم إما أن تأتيها العادة الشهرية غير منتظمة أو تحس بوغز وألام وأوجاء في الرحم أحيانا وغالبا تأتيها أوجاع مؤلمة أثناء العادة الشهرية أحيانا قد لا تأتيها العادة الشهرية إلا بعد ثلاثة أو أربعة أشهر وعندما تأتي تأتي بغزارة بمعنى يكون نزيف عندما تريد أن تجامع زوجها ينزل دم لكن عندما يبتعد زوجه عنها يتوقف الدم أحيانا تحس بل غالبا المرأة أو البنت التي عندها الشيطان في الرحم عندها يكون عندها ألم أسفل الظهر فضيع جدا لا ينفع معه دواء تعالج وتعالج جعمة ثرابي لكن دون نتيجة البنت التي عملت لها أمها أو جدتها ما يسمى بالتصفيح أو الثقاف للحفاظ على عذريتها وهي صغيرة هذه البنت غالبا عندما يكون هذا الثقاف منذ الصغر وقبيل الزواج يتم إبطال ذلك الثقاف بسحر مثله لكن يتيب إبطال ذلك الثقاف فعلا لكن ذلك الشيطان الذي خدم ذلك الثقاف لازال في الرحم هنا يتحول إلى عاشق وتلك المصيبة قد يمنع ذلك الزوج من فض البكر حتى لو تيسر الأمر في فض البكر فإن هذا الشيطان ما دام أصبح عاشقا لهذه البنت أو هذه المرأة فإنه سيجعل حياتها حياة المرأة وحياة زوجها جحيما وغالبا ما ينتهي الأمر بالطلاق للأسف طيب مسألة أخرى الشيطان الذي يكون في الرحم غالبا يكون من عشاق الدم بمعنى أنه يتم سحر من طرف إنسي أو إنسية يأخذ دمك أو يأخذ دم ذبيحة يذهب إلى السحر أو تذهب إلى السحر فيتم سحرك بصورة أو بملابسك الداخلية أو حتى بأثار دم نفاسك أو دم حيضك الشيطان يكون الذي يكون في الرحم غالبا ما يعقده عقدا كثيرا ويتحصن بقوة وغالبا أحيانا أقول أحيانا يتم سحب إذا كان الأمر يتعلق بسحر مأكول فأحيانا يتم سحب ذلك السحر المأكول من البطن إلى الرحم كي يستحيل كي يستحيل صب الماء المرقي أو الاستفراغ أو إخراج ذلك السحر مادم هو في الرحم فهو في مكان آمن أحيانا يجد الإنسان أو يخرج من فرج المرأة أحيانا شيء كرأس غراب مثلا قطع الثوب مسامير هذه الأشياء لا تدخلوا للعقل لكن نقول وبالله يتوفيق أن هذه الأشياء تحولت من العالم الأثيري فأصبحت عضوية في عالم الإنس طيب كيف نتعامل أو كيف ستتعامل المرأة مع هذا الموضوع طيب يا أختي نخبرك أنه هذا الشيطان مادم هو مرتاح في تلك المنطقة فإنه سيؤذي والمشكلة أن الشيطان يأكل ويشرب ويستمتع ويزيد في الأذية ويمرض هناك أحيانا من تحس المرأة أنها عندها أكياس في الرحم أو ما يسمى بالتكيّس تكيّس الرحم هذا سبب الشيطان في الرحم إما أنه دخل بعين أو بالسحر فأصبح عاشقا للجسد طيب لنفهم الحالة أولا طيب هذا الشيطان هو أصلا في الرحم إذن هو عقد في الرحم يعقيده في الرحم يسحر الرحم يسحر في الرحم لابد من إبطال السحري في الرحم لابد من تضييق الخناق عليه في الرحم لابد من إبطال سحر الدم الذي يتقوى به في الرحم لابد من تفجير العقد وتدمير الحصون في الرحم بمعنى تركيز على الرحم تركيزا تاما الرحم له علاقة بأسفل الظهر مباشرة الرحم له علاقة بأسفل الظهر حجامة على المبايض حتى ولو كانت جافة إضافة إلى حجامة دموية على أسفل الظهر تسعقه ساقا مسألة أخرى الضغط بشكل خفيف على الرحم يمنة وشمالة تضغط هكذا 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 ثم تدهن للرحم الأيمن ثم الرحم الأيصر بمعنى وتدهن بالزيت الزيت المرقي المقرؤ عليه بالأخص آيات تفجير العقد كصورة الفلق وبعض الآيات ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني وحلو العقدة تكرريها على الماء أو على الزيت وحلو العقدة وحلو العقدة أي أخرى أو يعفو الذي بيده عقدة تكرريها كذلك وتنفثي وتدهن تلك المنطقة بين الله ثم يتم الدهن والضغط إذا كان السحر مأكول وصحب إلى الرحم سيتم سحبه إلى البطن ثم لابد من الاستفراغ في هذه الحالة طيب هذا الشيطان هو أصلا الروح روح ينتقل به بخفة عالية لابد لك أن تضيق الخراق عليه ادهني بالزيت المرقي اشتربي الماء المرقي الحجامة استماع الآيات حرق هذا الشيطان الخبيض قراءة صورة البقرة الأشياء التي تأتيك في بالك الشوكولات أو تناول الشوكولات بكترة تجنبها تناول السوكريس بكترة تجنبها لأن هذه الأشياء يقوي الشيطان في الرحم أي شيء يأتي في بالك بالأخص وأنت في المرحة تأتي كوساوس بكذا وكذا وكذا تجنبها طيب هنا لابد أن نستعقل هذا الشيطان قراءة القرآن بتركيز بالأخص صورة البقرة والله قوية صورة البقرة قوية جدا على أي شيطان كيفما كانت قوتها الحجامة دان بالزيت المرقي ثم السدر أقول السدر تجنب الخروج بشعر سافر تجنب التبروج لأنه يزيد الطينة بلة يقوي هذا الشيطان وغالبا الشيطان العاشق يهيج الرحم يهيج البدن معنى يسحر من أجل الفواحش غالبا هذه المرأة التي عندها الشيطان عاشق في الرحم يهيجها كي تعمل الفاحشة قد يسبب لها الخم النفور من زوجها ولا تحس بإشباع غريزتها مع زوجها لكن مع آخر نعم تحس أنها مع آخر ستحقق لأن هذا الشيطان يتقوي بالفواحش وبالحرام فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ السيئة للمسلمات والمسلمين من شر الشياطين الإنس والجن هذا أخوكم أبو فردوس وصلى الله ومعه ومبركة رمحة ومحمد أريو صاحبه واخر دعوانا الحمد لله يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر